وسط معاناة كبيرة يصل مهجرود الرفعات وشمال حلب إلى مناطق شمال وشرق سوريا حاملين معهم ذكريات جميلة في مناطقهم أجبروا على تركها بعد هجوم إرهابي واسع نطاق لهيئة تحرير الشام والفصال الإرهابية التابعة لتركيا عشرات آلاف المهجرين وصلوا إلى مناطق شمال وشرق سوريا هربا من جرائم وانتهاكات بدأت الفصال الإرهابية بارتكابها مع دخول حلب خاصة في منطقة ته الرفعات هدولي ولادي تيمين ضلوا ورانا شلنا جمنا معنا ما لون حدا كلهم على الطريق ميتين ما منعرف أهلهم طيبين إلا ميتين أحنا بهدلنا على الطريق شفنا كم واحد حاطين دي واليب عليه وعم بحرقه كلهم عم بحرقه على الطريق شفنا واحد على الميتور أواصوه معه وبنزين أواصوه وكبوا على هذا الدرب فيه درب الأرض كبوا عليه وبقال لك إيش بدي قال لك العالم كله عم بيبكوا على جنت السيارة عم بيمشوا على الحديد بيمشوا بيجوا بيطلع نار من وراء سيارات العالم بزرقه دي خلصوا حالهم يعني حرام ليش دا دولة بره ما بيشوفونا أوضاع مأساوية يعاني منها المهجرون بعد مشقة نزوحهم شابهت نوعا ما النزوح من عفرين المحتلة شمال غربي سوريا قبل نحو سبع سنوات لكن الوجهة هذه المرة كانت إلى شمال شرق البلاد على بعد مئات الكيلومترات من مقصدهم وهو عفرين نحن مهجرين قصرا من مدينة عفرين من 2018 نزحنا على مناطق الشهبة بعد سبع سنين من المعاناة والحصار والقتل والتشريد حجرونا مرة تانية من مناطق الشهبة باتجاه مناطق الجزيرة يعني كان في عنف غير معقول دبابات مدفعية راجمات صواريخ أطفال ارتعبوا من أصوات القصف الإدارة ذاتية لأقليم شمال وشرق سوريا عملت وفق الإمكانات المتاحة حيث واصلت جهودها في مساعدة المهجرين من خلال افتتاح كافة مؤسساتها الخدمية مع نصب خيام لجمع التبرعات بمختلف أنواعها نستقبل كافة السوريين النازحين ليس فقط من هذا المناطق بل من كافة سوريا قدموا إلى مناطقنا ونقدم لهم يد العون في إمكانياتنا المتاحة إمكانياتنا ضعيفة بحاجة إلى دعم بحاجة إلى الوقوف معنا الكلمات تفيدنا أي شيء لكن النظرة الكبرى هي للمنظمات الدولية عليها أن تقف موقفها اسمها منظمات إنسانية وعليها أن تكون كما هو اسمه إنسانية دعم الأممي ودولي تؤكد الإدارة ذاتي على أهميته لمساعدة المهجرين وسط التأكيد على ضرورة فتح معبر لعروبيات الكوجر الحدودي مع العراق لإدخال المساعدات اللازمة وأنهاء معاناة النازحين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر